السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الجوهرة المنسية فعلا ورب الكعبة جوهرة منسية لو علمنا قدرها لما فرطنا فيها أبدا كتير من الناس يا حبايبي لما يصلوا صلاة الظهر بيستتقلوا انهم يصلوا سنة الظهر القبلية والبعدية ايه هي سنة الظهر القبلية اربع ركعات ركعتين ركعتين والسنة البعدية ركعتين يبقى ستة فبيقولك بدل ما هصلى عشر ركعات ست ركعات سنن واربع ركعات فريضة كفاها الفريضة وخلاص لكن لو علمت الكنوز والجواهر اللي موجودة في سنة الظهر لن تتركها أبدا بعد اليوم ثلاث كنوز وثلاث جواهر صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول كنزة واول جوهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صلى في اليوم والليلة اتناشر ركعة من الرواتب بان الله له بيتا في الجنة كما وراء دور ده ذلك في الحديث اللي رواهه الترمذي بسنة دين صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة تمام من السنة بان الله له بيتا في الجنة اتنين قبل الفجر اربع قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء فلما حضرتك وحضرتك هتصلوا أربع قبل الظهر واثنين بعد دولي بصلتوا قدي ستة يبقى كده تبانى نص البيت من الجنة بس فقط في سنة الظهر الكوهرة التانية إن حضرتك وحضرتك بتشاركوا كمان بسنة الظهر في بناء بيت تاني في الجنة إزاي الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى صلاة الضحى أربعا وصلى قبل الأولى أربعا اللي هو قبل صلاة الظهر بانى الله له بيتا في الجنة يبقى شاركت حضرتك وحضرتك بفضل الله في نص بيت تاني تمام في الجنة ليه أربع ركعة من الضحى وأربع ركعة سنة الظهر يبقى كده اتبانى لكم بيت تاني في الجنة الكنزة التالت أو الجوهرة التالتة إن لو زودنا كمان ركعتين على ركعتين اللي بعد الظهر وفي أربع قبل الظهر واتنين بعد الظهر خليها بقى أربع قبل الظهر واربع بعد الظهر إيه اللي يحصل؟ يحرم الله أجسادكم على النار الدليل ما رواه أحمد والترمذي بسندم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار بالله عليكم جوهرة منسية ولا مش منسية يبقى كده بتشاركوا في بداء بيتين في الجنة ويحرم الله أجسادكم على النار حد في الدنيا ممكن يفرط في الجواهر والكنوز دي ونحافظ عليها أسأل الله عز وجل أن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته